لم تمضي سوى أقل من 48 ساعة على قصف محيط القنصلية الأمريكية تحت الإنشاء في أربيل حتى أعطى الرئيس جو بايدن أمرا بتوجيه ضربة جوية للفصائل الموالية لإيران الضربة الجوية التي تمت فجر الاثنين دمرت على الأقل منشأة واحدة لإطلاق الطائرات المسيرة نفذتها طائرات F-15 وF-16 تحمل ذخائر دقيقة التوجيه بحسب مسؤولا في البنتاجون وبالرغم من أن جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون نفى وجود مخاوف من ردود أفعال بعد الضربة التي وجهتها واشنطن لفصائل مدعومة من إيران على الحدود العراقية السورية إلا أنه يمكن لهذه الفصائل أن تدير لعبة خطيرة بعد أن تكبدت غسائر مادية وبشرية وفي الوقت الذي يتفاوض فيه الأمريكيون والإيرانيون في فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي تواصل الفصائل القريبة من طهران ممارسة الضغط على واشنطن حتى لو كان ذلك يعاني الانخراط في لعبة خطيرة وصعدت الفصائل المسلحة من استخدام أسلحة متطورة بشكل متزايد كالطائرات بدون طيارة حتى بات استخدام طائرات لدرونز صداعا للتحالف الدولي بقيادة واشنطن نظرا لأن الطائرات المسيرة يمكنها الهروب من بطاريات الدفاع الجوي السيرام التي تم تركيبها من قبل الجيش الأمريكي للدفاع عن قواته يذكر أن قوات التحالف الدولي والمصالح الأجنبية وخصوصا الأمريكية في العراق تعرضت خلال الفترة الماضية لهجمات متكررة بصواريخ الكاتيوشا وطائرات المسيرة وعلى الرغم من عدم إعلان السلطات العراقية هوية الجهات التي تنفذ الهجمات إلا أن واشنطن تتهم ميليشيات مقربة من إيران بالوقوف وراء استهداف قواتها في العراق